السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ارتقيت ان شاء الله باش نعملكم واحد الفيديو على يعني الطرق الكتيرة اللي كيتكاتر بها اشجار التين. عملت يعني فيديو على بطريقة يعني النموات الجانبية جدع الشجرة. وعملت فيديو العقل في البلاستيك على سكل شتلات كاصحاب المشاتيل. وهناك طريقة اخرى وهو اللي غنوريكم اليوم ان شاء الله. وهي اخذ نموات يعني عقل صغيرة. عقل تكون عندها يعني السنة الماضية ماشي السنة هادي. السنة الماضية يعني بحالك تقول سنتين دابا. تاخذ الرؤوس ديالهم على الشكل يعني يعني خمسة وعشرين سنتيمتر تقريبا. تاخذ علبة بلاستيك مثل هذه كيف كتلاحظوا. علبة بلاستيك. علبة بلاستيك كتملأ النصف ديالها بالتراب. او تراب مع الرمل او البيت موس او تراب لكل واحد كيفاش كي يعني يكون سهل لتشدير. تاخذ يعني النصف كيف كتلاحظوا. النصف ديال ديال العلبة تعمره بالتراب والنصف الاخر تخليه فيه الهواء. يعني فارغ. وتحاول تدخل الافرع الافرع يعني في في التراب اللي وضعنا. والرؤوس يعني البراعم تخليهم في المكان الفارغ. وتركه لمدة. الان كيف كتلاحظوا احنا عملنا هالطريقة هدي. هاي البداية. النموات كيف كتلاحظوا اي بدات كتخرج خضراء. وان شاء الله غنتابعوا الفيديو. تشجيل وتصوير ديال الفيديو حتى يكبروا ان شاء الله ونوريكم الطريقة. المهم اللي كان عملو التراب والعقل. كان حاولو نغطيهم بلاستيك كتلاحظوا. يعني ما نخليوش الهواء يتصرب داخل العلبة. يتم بلاستيك ونوضعوهم في مكان يعني في البيت في يعني مكان يكون بعيد على على متناول اطفال او بس ما تفسدش ديال البلاستيك اللي كي نلفو. من اللي نشوفو النموات خرجو ان شاء الله النموات خرجو كبرو هنحاولو تكسعان ناخدو كل وحدة ونديرو كل وحدة فشتلة ديالها لانها تكون مجدرة. الى داك الحين ان شاء الله نخليوكم السلام عليكم. كيف كنت تلاحظو مرة واحد وعشرين يوم على العمل اللي كنت وريتكم. ديال كيفية. اذا نفتحوه علي اليوم را ابدأ النموات الخضرة كيف كتلاحظو. هنحاولو ازالة الغطاء. كيف كتلاحظو. هذه نمت. لاحظو الجذور. جذور هذه سنقوم بغراستها لان الجذور خرجت تحت الجذور. ونقوم زراعتها في مكان اخر بالتراب لتنمو.